ارتفعت أسعار الشحن البحري بعد هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة ميرسيك في مطلع الأسبوع ما دفع شركة الشحن إلى تعليق خطة استئناف عبور البحر الأحمر وقال يهوذا ليفن رئيس الأبحاث في فيرتوس أن بعض شركة الشحن أعلنت عن أسعار تزيد عن 6 ألف دولار لكل حاوية طولها 12 مترا لشاحنات البحر المتوسط ذلك بدءا من منتصف الشهر مع تصاعد التهديدات والتحذيرات من مواجهة عسكرية واسعة نطاق في البحر الأحمر ودخول أطراف أخرى على خط الصراع حضت الولايات المتحدة و11 دولة حليفة حضت قوات الحوثي على الوقف الفوري للهجمات على السفن بالبحر الأحمر التحالف في بيان قال إن على قوات الحوثي أن تتحمل مسؤولية العواقب إذا استمرت في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة يأتي البيان بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنظر في احتمال توجيه ضربات مباشرة لقوات الحوثي إذا تواصلت الهجمات وأرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات دويت دي أيزنهاور إلى المنطقة وحدت حذوها بريطانيا برسالها المدمرة HMS لتعزيز قوة الحماية البحرية البريطانية الموجودة في المنطقة ووسط تصاعد الهجمات على السفن غيرت 18 شركة شحن مسار سفنها حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر وفق ما أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة التي أشرت أيضا إلى أن هذا يمثل عشرة أيام إضافية إلى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة قلفة الشحن تدعيات التهديدات في البحر الأحمر تبدو كارثية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة فالأمن البحري بات تحت مخاوف واسعة من الشركات والدول على حد سواء حيث برزت بشكل واضح فيما يتعلق بشركات التأمين وتكاليف التجارة البحرية